أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 4,313 إصابة جديدة و27 حالة وفاة خلال 24 ساعة لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 7,761 حالة وفاة منذ بدء الجائحة ووفقا لمعطيات وزارة الصحة فقد بلغت نسبة الفحوصات الموجبة 3 فارزة 81% فيما يرقد بالمستشفيات 869 مريضا بينهم 607 مرضى في حالة خطيرة وفي صياق متصل ومع اقتراب دخول الشارة الخضراء الجديدة حيز التنفيذ الأحد المقبل قال مدير عامي وزارة الصحة بروفيسور نحمناش لوسائل إعلام إسرائيلية إن الحالة الوبائية تتجه نحو انخفاض عدد مرضى كورونا المؤكدين مشيرا إلى احتمال إعادة انتشار الفيروس مع العودة إلى المدارس اليهودية مع انتهاء الأعياد اليهودية